اشتركوا في القناة أن المسيرة الثرية لمجلسكم الوطني لهي مقبلة على مرحلة جديدة بأولويات فائقة الأهمية نوجه فيها بمواصلة تطوير آليات الحوار وعلاقات التعاون البناء مع السلطة التنفيذية لتنسيق الجهود والمواقف تلبية لتطلعات المواطنين الكرام وبما يرفع من سقف العطاء الوطني من أجل الصالح العام وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في وضع وتنفيذ خطط وبرامج تستهدف في المقام الأول مصلحة المواطن البحريني جاء برنامج الحكومة 2023-2026 الذي أقره مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة استثنائية ليكون بذلك أول برنامج يتم التصويت عليه بالإجماع منذ اعتماد المادة المتعلقة بإقرار برنامج الحكومة في عام 2012 هذا الإجماع الذي حضي به البرنامج بصيغته التوافقية يأتي بفضل حرص صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ترسيخ منهجية العمل الوطني وتوجيهات سموه المستمرة للفريق الحكومي لدراسة وبحث كافة الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بدراسة برنامج الحكومة فتمخض عنه بذلك التفاعل الإيجابي بين الحكومة والسلطة التشريعية من خلال انعقاد عدد من الاجتماعات النيابية الحكومية المشتركة وصولا إلى رؤية توافقية وطنية وبعنوان من التعافي إلى النمو المستدام يأتي برنامج الحكومة لأربع سنوات نتيجة للتوافقات والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لأشكل البرنامج بذلك نقطة البداية لكل السلطتين لممارسة الصلاحيات والاختصاصيات الدستورية وهو ما يترتب عليه تقديم مصلحة الوطن والمواطنين باعتبارها الغاية التي توجه إليها الجهود والمساعد تنموية كافة هذا ويركز برنامج الحكومة على أربع أولويات تتمثل في رفع المستوى المعيشي للمواطنين عدالة وأمن واستقرار تعافي اقتصادي وتنمية مستدامة خدمة حكومية ذاتها جودة عالية وعلى صعيد المحاور فإن البرنامج يضم ستة محاور تتمثل في محور رفع مستوى المعيشة والمحور السيادي والتشريعي ومحور البنية التحتية والبيئة ومحور التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية ومحور الخدمات المجتمعية ومحور الأداء الحكومي والتحول الرقمي مصلحة المواطن البحريني ستبقى على الدوام الهدف الرئيس لعمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك لرفع المستوى المعيشي وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة